يعلم بحضراتكم مرة أخرى طب جميع بعيد بقى عن كل الأخطاء الفنية الكثيرة اللي حصلت في مبارات اليوم الخطائين الفادحين في الهدفين الهدف الأول والهدف الثاني الهدف الأول هي قافة دايماً في كرات العرضية الدفاعية عندنا سواء في منتخم مصر الأول ومنتخم مصر الأولمبي الشباب فرقة المصرية كبيرة أهل زمالك اسماعي أي فرقة كرات العرضية دايماً بيتعامل معاها بشكل غريب جداً تباني الكرة سهلة جداً تخش في مرمونا بمنتهى السورة ومنعرفش تعامل معاها الدفاعية إيه اللي حصل في الهدف الأول تحديداً نتفع معاك في كل اللي قلته جداً بلزم نلوم في المياه أنها قافة متكررة لكن الجول الأولاني هي غلطة مكررة وربنا بعت لنا جرس انذار مرة أو اثنين في الشوط الأولاني نتعز لأ لازم نغلط تاني نفس الغلطة طب هل القصة بس تالت هل القصة بس في الكروس هل القصة في الرقابة؟ لا 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 قصة جانبادر قوي لا فيه وسط ملعب ولا فيه ضغط ولا فيه ترحيل ولا فيه حاجة اسمها أوفلاينينج إن الجناح بينزل يقفل مع الباك عشان ما يخليش الكروس يتعامل أصلاً واللعاب الراجعة بتتمشى مرة زيزو في الشوط الأولاني مرتين زيزو في الشوط الأولاني ومرة حمدي فتحي في كرة الجول فالغلطة جاية من البداية لا الزهير قافل مصاري الكرة بشكل جيد ولا اللعيب نازل يقفل معايا علشان خاطر الجناح نازل يقفل معايا عشان أعمالها بشكل جيد ولا الاتنين المدافعين وقفين صح ولا التختار عكسية صح بص يا كريم عشان الكرة دي هنشرحها مرتين مرة بسبب قلة الضغط والضغط السلبي اللي موجود ومرة بسبب إن الكروس نفسه تعمل إزاي بص هنا يا كريم الراجل هنا بيستلم بمنتهى الأريحية يالله يا شاببان كامير قبل ما تتحرك بس هنا نشرح واحد ارجع تاني معلش نشرح حاجة واحد انت هنا يا كريم يعني ايه اكتر حاجة لفتنت بهاك انه كل واحد في لعيبة مصر الوحدة ولعيبة طبعا مصنبيك الوحدة ما فيش ضغط قول وما فيش ضغط أصل يعني متفل معاكم اليوم في المية التلات لعيبة اللي واقفين بتوع مصر يعني نفس أي حد لما يروح أكيد محل الأداة يشرح لهم الكلام دي هم يسألون نفسهم سواء انني أوزيزوا تحديدا انهم في مصار الكورة انتو بتعملوا ايه يعني واقف هل قفلت مصار الكورة لأ هل عامل رقابة بشكل جيد لأ هل طلعت تضغط على الراجل من فوق برضو لأ مش اي حاجة طيب كمل اللي بعد اللي بعد الفريم الراجل دخل قطع فالما طلع لمحمد هاني محمد هاني طلع من مكانه طبيعي جدا لما بيطلع مني الراجل وانا اللي متولر قبته طبيعي اطلع معاه طلع الراجل عمل الباص وراح الراجل من ناحية الشمال لوحده اجيب لك واحدة تانية بعد ايه او اثنين وثلاثة الراجل تعود ناحية الشمال ده كانت صحرة كم واللوحده ده كان طبيعي لكم تمانية هو او الجناح يكون مغطي ورا هل طبيعي بقى في لعب تموضوعي يعني انا واقف براحتي مش محمول عليها هجمة مرتدة انه بقى هنا اثنين على اثنين الاثنين اللي في قلب الملعب الاثنين دول اثنين على اثنين ليه اثنين على اثنين فيan لعیب مركز ستة وفيان لعرجه مرتدة اللي هي مش هجمة مرتدة removed اه وفيان الزهير العكسي اللي مفروض يرجع يغطي اه يعني انت هنا لا ما وجود الاثنين اللي ورا ولا الزهير العكسي ولا لعیب مركز ستة ولا لعیب مركز تمانية والرجل هنا هنا مضطر يقفل جوه واح جازي طالع كمان كله طالع كله طالع هاني اتضرب هاني اتضرب بواحدة تحت اهو خالص زيزو واقف الاتنين تقريبا بيسل بعضهم راجعين مفيش اي حاجة خالص من اي نوع الكروس بتعمل كمل كمل فريم اللي بعده الكروس بتعمل الوقفتين غلط طبعا المدافع مفروض وشهم ما يبقاش للجون لأ ده الاتنين واقفين وشهم للجون سواء محمد حمدي او محمد عبد المرام حجازي سايب مكانه اصلا انه طلع يغطي مكان محمد هاني كمل مجموعة من الاخطاء المركبة الراجل بيستلم لوحده تخطيها عكسية غلط كمل اللي بعده بترد لسه تاني جوه كل ده بص بص لعبتنا مسكين مين بيعملو ايه ما تسألش كمل اللي بعده فريم اللي بعده الكرة من حسن الطالع انه الراجل باللعب موزنبيق ان احنا باللعب موزنبيق اللي بعده اللي دحلو فينا هدفين برضو اه 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 ما احترمنا يعني كم طبعا بعدها على طول بعدها على طول بخمس دقايق الراجل طالع المفروض هنا موقف طبيعي لعيب على لعيب كمل كمل فريم اللي بعده الراجل عدة مسأليش عدة محمد هاني برضو ازاي قديم واحدة من الاسعة ومبارياته هو هو كمان ما يعني ما كانش يعني ما عملش حاجة استثنائية كان زي وزي بقيت الفرقاء الراجل عدة منه المنتهي سقوله حتى الكروس لعيب لعيب في وسط تلاتة لعيب في وسط تلاتة بيجي واحد ياخدها يجبر محمد حمدي انه حطه الكرة في مرمى لولا اه انه شناه وبعد ما خد خطوتين غلط ناحية اليمين رجع صلح الغلطة وشالها من ناحية الشمال فاحنا عندنا غلط مشكلة ان احنا مش عارفين نقفل الاطراف وبتعمل علينا دابلاب وتعمل كروسات مش عارفين نتعامل معها والضغط سايق جدا لانك سايق مسلم دايما الباك وركز في الباك لان هي اتعاملت ناحية المراضي الشمال مزمبيقي مننا روح الروح للحلقة اللي بعدين يلا دي شالها طبعا الشناوي بصها كريم اول حاجة باسم الله قبل ما نحرك اي فريم الرجل بتاع وسط الملعب رقم واحد وعشرين ده اللي خد رجل للمباراة غريبة؟ مش غريبة بالنسبة لك؟ هوة لوحده ما فيش حد لباك الطرف طلع له ولا الاتنين اللي روحلين اللي اجدوا بيعملوا حاجة ولا اي حد بيضغط والتلاتة اللي فوق سواء مصطفى او تريزي جي او صلاح وقفين بفراجه على كرة زينا بالزبط يلا اللي بعد اللي بعد بص الرجل هنا لسه وشوف شوف هو وقف من ساعة لوحده في ضل واحده كمل تاني فريم اللي بس وقف هنا مين اللي عيبي اللي وقف هنا الطبيعي في الباكليفت مين؟ محمد حمدي اللي ورا مين؟ مين اللي جنبه محمد حمدي حمدي فاتحي طيب حمدي فاتحي بيعمل ايه؟ بعيد هو لا راح ولا التحم ولا قفل ولا قفل زاوية عوش على حاجة عوش على حاجة خالص هو راجع بيتمشى عشان يتفرج على الرجل هو بيعمل الكروس بص بقى هنا كاري احنا قلنا بيروحوا اتنين على اتنين غلطة الشوط الاولاني اتنين من العمق على اتنين من عندنا الاتنين دول اتكاملت على اللي في الساندول اه الاتنين اللي موجودين على خطة 18 بتاع موزنبيق مواجهين لحمد حجازي ومحمد عبد الميلان طب تعالوا بص بقى على عملية المسك والرقابة عند السنائي بنتكلم على اتنين في وجهة نظر من افضل المدفعين الموجودين في البطولة مش موجودين في مصر الفرين من اللي بعده ايه رأيك يعني حجازي مسك مين حجازي مش مسك حد ومحمد عبد الميلان مسك مين محمد عبد الميلان مش مسك حد والاتنين اللي داخلين من برة شايفينهم مش متفاجئين بايهم سايبين واحد في المسافة ما بين حجازي وعبد الميلان والتاني لو القرى عدت هو وارح حجازي محدش رايح معاه ومحدش راجع معاه يطلع الرجل يعمل التكوف ويحط القرى بمنتهى السهولة غالطة متكررة تلات مرات في نفس المباراة بنفس الأخطاء السازجة اللي نتجه في النهاية على كل الأخطاء اللي في كتالوج الكورة ممكن تتعمل في هجمة منظمة من فريق مع احترامي ليه متواضع يعمل في كده